ليبيا كانت على الأجندة موضوع مهم جدا في جلسة نزراء السلم والأمن ومصر استطاعت أيضا أنها تحصل على عضوية لجنة السلم والأمن الأفريقي لمدة سنتين جايين كمان برضو بتتصور حضرتك ماذا تم طرحه لحالة الأزمة الليبية ومحاولة الإخراج المنطقة من الوضع اللي فيه ليبيا حدث ليبيا دولة أفريقية وأفريقيا منظمة بالمناسبة التحول من تسميت منظمة الوحدة الأفريقية إلى تسميتها تسميت المنظمة باسم الاتحاد الأفريقي ومطاراتها وعليم من تغييراتها الكلية في هذه المنظمة جرى في ليبيا يعني جرى في سرطة عام 2002 قدمت ليبيا عموما الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يبدوان في ضوئها وفي ظل نارها كضيوف أكثر منهم يعني منظمات فاعلة لا ذال الاهتمام محصورا أولا بدول أوروبا التي تنظر أوروبا الغربية إيطاليا فرنسا بريطانيا ألمانيا أخيرا التي تنظر إلى الموضوع ليبيا من زاوية تخصها هي وقف تدفق الهجرة غير الشرعية الإفراء الأفريقي أو من زاوية أخرى هي زاوية استثمار أو الاستفادة من موارد البترول الليبية والنزاع بين توتال الفرنسية وإني الإيطالي إني يعني الفجوة كبيرة جدا بين إني واتوتال يعني تقريبا بتصل نصيب إني إلى عشرة أمثال نصيب توتال الفرنسي وهذا أمر طبيعي طبعا لما تعلمه على خرائط العالم الذي كان مستعمرا من أن المستعمرات السابقة غالبا ما تكون مرتبطة بوشائج تبقى إلى زمن طويل مع المستعمر الأصلي وليبيا كانت مستعمرة إيطالية فالسعي أفريقيا لأن تأخذ مكانا وطبعا مصر هي تأخذ مكانا متقدما حتى بالنسبة لدول الجوار العربي من الملاحظ أن مصر هي الأكثر في اهتماما بالموضوع الليبي والأسباب واضحة جدا تخص أن ليبيا امتداد طبيعي جدا مباشر جدا للأمن الوطني المصري اتنين أن بين ليبيا ومصر حدود طويلة جدا 1200 كيلو متر تلاتة أنه بين ليبيا ومصر ما هو أعقد من ذلك يعني لاست مجرد قطرة بلد عربي مجاور يعني ثلث الليبيين الحاليين من أصول مصرية أنا لا أتحدث هنا عن قبائل الأولاد علي ولا عن التربطات التاريخية أنا أتحدث عن التربطات أحدث اجتماعيين يعني هما من أم مصرية أو من أب مصري نتيجة الملايين المصريين ذهبوا إلى ليبيا عبر عقود طويلة جدا ربما طوال عهد القذافي 42 سنة أيضا لنا أن نعلم أنه أول جيش ليبي في عهد الملكية السنوسية جرى تكوينه وإنشاؤه أنا هنا لا أتحدث عن تدريب عن إنشاء في منطقة أبو رواش في مصر هنا في روابط قوية معقدة مركبة تبرر وتشرح لماذا كل هذا الاهتمام من مصر والحق يقال عندي أنه لدي عديد من الملاحظات والاعتراضات على السياسات الداخلية في مصر في السياسة والاقتصاد والأمن لكن السياسة الخارجية عموما سواء نطاقها العربي أو نطاقها الإقليمي أو نطاقها الدولي هي القطاع الذي يبدو مفكرا به يعني فيه فكرة وراء التحرك فيه فكرة هادية فيه مشعل هادي لتصرفه لو طبخنا هذا القاعدة على أفريقيا هذا أول اهتمام مصري منذ ما قبل حرب 1973 بأفريقيا يعني طبعا العصر الزهبي لعلاقة مصر بأفريقيا مصر دولة أفريقيا هو عهد عبد الناصر يعني كل هذه الدول في الفترة من 52 ل62 وبعضها لما بعد كل الأباء المؤسسين للدول الأفريقية الحديثة وجدوا في قلب الحاضنة المصرية زمن عبد الناصر يعني من دل على سبيل المثال حتى الذين ظلت تجاربهم الكفاحية ممتدة إلى ما بعد عبد الناصر بعقود من دل حين جاء القاهرة في أوائل التسعينيات بعد فتة سجن طويلة جدا قاربت ثلاثة عقود قال أنه كان في سجن في جنوب أفريقيا يشب على قدمي متطلعا لأن يستطيع أن يصافح الرئيس عبد الناصر ترجمة نانسي قنقر